منذ زمن بعيد والإنسان يحاول بشدة أن يتعلم مما حوله سواء من خلال أقرانه البشر أو من خلال أحداث الطبيعة بناء على هذا اليوم حدث معي أمر بالصدفة وهو أنني راجعت ذاكرة الفيسبوك وشهدت مجموعة من الأقوال التي جمعتها صديقة عزيزة على قلوبنا وهي الصديقة خديجة خديجة صبريل عن أحييها وأحب أرسلها التحياتي رغم أنها غابت عن الفيسبوك فترة آخيرة ربما بسبب العقوبات المتكررة بحقها أنا الآن أحاول أن أقدم مجموعة من الأقوال الشهيرة لأكبر الفلاسفة ومفكرين عبر التاريخ وأناقشها واحدة بعد الأخرى والهدف من هذا ليس استعراض هذه الأقوال ولا أن أستعرض آرائي وأقول أنني أختلف معهم إنما أحاول أن أناقش هذه الأفكار وأقدم فيها نوعا ما أفكاري الخاصة التي لا أزعم بأنني سأكون دقيقا فيها أو أكون على حق فيها إنما أنا أحاول أن أعبر رأيي وأدعو الجميع الآن إلى أن يفعل هذا الشيء الذي بدونه لن يتطور الإنسان ولن يفتح آفاق جديدة في الفكر والنظر والعمل فكونوا معي الأخوة العزاء السلام عليكم أول مقولة هي مقولة الفيلسوف الكبير فردريك هيكل يقول هيكل لا يعدو الاختلاف بين الفن والدين والفلسفة أن يكون اختلافا في الصورة أما الموضوع فواحد في رأيي أن هذا القول فيه محاولة للتوحيد بين الجميع ضمن موضوع واحد وهذا كانت تصور الذي سائدا لدى يعني في فترة هيكل محاولة للتوحيد العلوم توحيد الأفكار توحيد التوجهات الإنسانية وأنا أعتقد هذا الرأيي غير صائب لأسباب كثيرة سأوضحها منها أولا أن الفن هو مسألة خاصة بالذائقة الشخصية للإنسان أي أنها مسألة لا يمكن أن تصدر عن عمل جماعي بالضرورة إنما دائما هناك شخص يرى العالم بطريقته ويفهمه بطريقته ويتذوقه بطريقته الخاصة أي أنها جهد وإبداع فردي إنساني خالص إلى حد بعيد صحيح هذا الإنسان هو لديه التوجهات ووعي له تاريخ طويل ومستمد من الجماعة التي نشأ فيها لكنه في النهاية لديه ذائقته وخصوصيته المختلفة والمتميزة وهذا مسألة طبيعية جدا نحن جميع المختلفون فيما بيننا في كل شيء يتعلق بالتعامل مع العالم والأشياء ولكن هناك ميزات مشتركة الفلسفة أيضا لديها شيء من هذا القبيل هناك أيضا توجه خاص بكل إنسان يرى ويفكر ويعمل ويحلل ويركب ويؤلف ويخترأ أفكار ويرفض ويقبل أفكار مختلفة عن الآخرين فبالتالي يكلمنا شخصيته وفكره وذائقته الجمالية بشكل عام أما الدين فالمسألة تختلف الدين هنا لا يشترك مع الأطراف الأخرى بدليل أن هذا الدين دائما يكون معاديا للطرفين الآخرين بينما الفن والفلسفة لا يعاديان الدين والسبب واضح بناء على هذا التصور الذي أنا طرحته وهو أن الفن والفلسفة يعبران عن ذات الإنسان وخصوصيته وتميزه وذائقته وفكره وشخصيته العامة الدين هدفه مختلف تماما هدفه بالعلى الأكس تماما أن يقتل النزعات الفردية والأفكار الخاصة التي بالضرورة ستكون مختلفة عن الآخرين الدين هدفه هو القطيع أدي حلقة خاصة بالدين وأقول فيها أن الدين هو القطيع هو بالضبط الذي لا يقبل وجود نزعات فردية خاصة وتذوق لأشياء خاصة ليس لأنه يرفض النزعات الفردية بل لأنها تتعارض مع مشروعه في توحيد الجماعة وتوحيد قواهم وقيادتهم في طريق واحد يسميه دائما الطريق القويم أو الصلاة القويم وعدما راجع كلمة الدين عند الأديان الهندية والصينية نجد أن معناها الطريق التاو تعني الطريق الزرادشتية أيضا لديها طريق فدائما تجد الدين هو الطريق وهذا الطريق بالضرورة لا يمكن للإنسان أن يصير لوحده فيه لن تجد إنسانا عبر التاريخ يصير لوحده وإن سار فسيكون فريسة للأقوام الأخرى الجماعات البشرة الأخرى أو الحيوانات المفترسة أو الظروف الصعبة التي ربما ما يحدث شيء ضده ولا يجد أحدا يعينه ونعرف جميعا أن الإنسان عندما بدأ يتطور من أقدم عظم وجدوه الإنسان وجدوا عظم كثير عندما وجدوا عظما تم تجبيره أو مكسورا لإنسان ووجدوا أن هذا العظم جرى تجبيره من معنى هذا بدأت معالم الحضارة بدأت معالم مساعدة الإنسان لأفراد جنسه الآخرين والسهر معهم وبقاء إلى جوارهم والأنايبهم وهذه عملية لا يقوم بها أي حيوان حتى يومنا هذا الأمر المختلف بين الدين والفن والفلسفة الفن عادة يكون متصالح مع الطبيعة مؤجب أو مغرم بها ويتذوقها بطريقة منتازة الدين ليس هدفه التذوق إنما هدفه المرور في هذا العالم والسيطرة على شروطه الصعبة وعدما نراقب مفهوم الفن لدى هيكل نجد بأنه يرى بأن الفن ليس هو الفن الذي على نمط أرسل الذي ينبع أو يصدر عن محاولة الإنسان للمحاكات الطبيعة إنما على العكس تماما أن الأثر الفني بالنسبة لهيكل يعتبر بأن الأثر الفني هو الذي يحاول أن يفرض أشكال جديدة على الطبيعة لماذا؟ لأن المحاكات بالنسبة لهيكل لهيكل تعني أن الإنسان مهما حاول وسوف لن يكون قادرا على ابتكار أشياء أكبر من الطبيعة نفسها وأكو هناك مثل يضربه كثيرا ويقول أنه الفنان الذي يحاول أن يقلد الطبيعة أو يحاكيها أو يعيد رسم الأشكال كما هي بالفن خاصة بالرسم مثلا أو بالنحة أن يعيد نحة الإنسان كما هو أو الحيوانات أو أي شيء هذا بالعكس هذا الشخص يحاول أن أشبه بالنملة التي تحاول أن تصبح فيلا فأنت لن تستطيع أن تقارع الطبيعة في أن تفعل ما فعلت وحتى لو فعلت شيئا مشابه لما فعلت طبيعة شكلا فهذا لا يعني بأنك حققت شيئا مفيدا إنما أنت تبقى تابعا ومحاكيا والذي يقلد بالضرورة ليس كالذي يفتكر أما فيما يتعلق بالفلسفة فهو لا يمكن أن تلتقي الفلسفة مع الدين هذه مسألة صعوب جدا أن يتحقق اللقاء بينهما لأن الدين يبدأ من قناعة تثبيتية يثبت شيء ويقول أن هناك أو الجماعة البشرية عموما هي تتفق على وجود كعبة أو وجود رمز أو طوطم أو اسم إله مثلا يسمون هذا الإله كذا أو هذا الإله يتجسد في حجر أو صخر أو أنصاب بالتعبير العرب القدماء هذا الشيء يتم الدوران حوله وثبات عليه إلى يوم يبعثون كما ترى الخطاب الديني هذه الجماعات تتوحد في هذا الشيء وإلا فإنها ستتفرط وتنحل وتدوب بين الجماعات الأخرى أو تنقرض الفلسفة على الأكس تماما ترفض أن تقتنع بالموجود دائما هناك محاولة لتحليل الأحداث فهمها عقليا واستنباط الأحكام من أدها أو ليس لاستنباط الأفكار واجمع محاولة مستمرة لاكتشاف الحقائق الطبيعة وتحليلها واستنتاب بعد ذلك أيضا بناء مواقف من عندها وأيضا بعد ذلك اتخاذ مواقف نقدية وتحليلية بالنتيجة دائما هناك عملية استنباط وإثارة للأسئلة مستمرة لا نهاية لها وهذه العملية قادرة على أن تقتل وتدمر أي جماعة لهذا السبب عندما نلاحظ أن الفن والفلسفة دائما يأتي في حالة ضعف الفيلسوف والفنان دائما نجدهم أناس ضعفاء وليس لديهم القدرة على أن يشترحوا ما يشترحون إلا بشكل دائما وغالبا ما يكون صعب التقبل من المجتمع ودائما يحاولون أن يجدون لهم مكانا خاصا بين الجموع هذا الجموع أو القطيع دائما يمثله الدين الدين يرفض دائما أن يسمح للأفراد بأن يأخذوا حريتهم تماما وهذا يعني منطقيا مفهوم وهذا أيضا هو الذي يؤكد أن الدين أو يفسر لماذا الدين ناجح على حساب كل شيء آخر بينما دائما نجد أن الفن والفلسفة وهم من أكبر مميزات الإنسان وأكثر شيء يعبر عن قدراته وأبزعاته نجد الدين دائما يعطل ويسرق كل ما يبتكره الأفراد في القطيع البشري الذي نسميه دينا وهو نفسه الذي يحرض الناس على أن يتصدوا لكل شخص يخرج على القطيع وهذا مسألة علاقة بجذورنا الحيوانية الغريزية التي دائما ترفض الخروج على القطيع لأن هذا فيه هلاك الجماعة القطيعية سواء كانت على المستوى البشري أو المستوى الحيواني المقولة الثانية لسيغمون فرويد وكما هو معروف هو مؤسس تحليل نفسي ومن كبار المفكرين والفلاسفة وهو طبيب بالأصل ولكن حسب على الفلاسفة لأنه طرح شيئا مختلفا تماما وأثر على جميع مناحي العلوم والأفكار خاصة في القرن العشرين وحتى يومنا هذا يقول سيغمون فرويد أن الدين ينبؤ من عجز الإنسان عجز الإنسان في مواجهة قوى الطبيعة في الخارج والقوى الغريزية داخل نفسه في هذه الرؤية يتناول أو يتعامل فرويد مع الدين بأتباره مسألة نابعة من مشاعر الإنسان الفرد وكأنما ينفي صفة الدين الجماعية وهذه مسألة أنا أعيبها على فرويد وكثيرون عابوا على فرويد هذه النظرة وهو كما يبدو تبار حاول أن يستخدم الدين كنوء منه يطبق على الدين ومظاهر الدينية أو تجربة الدينية الإنسانية نظرياته في التحليل النفسي وفي كل ما طرحه من أفكار جريئة جداً فيما يتعلق بالنفس البشرية فهو دائماً عنده فكرة بأنه الإنسان هو يلجأ إلى الدين لأنه خاف بالحقيقة عندما نراقب ومن يقرأ ويطلع خاصة على التراث دوركايم والبحوث الحديثة خاصة الآن يجد بأن الشعوب البداية لم تكن تخاف كما يزعم الجميع أن الدين الإنسان الدين هو مصدر الخوف وأيضاً هو من تعريف قديم بريكلس الروماني بالقرن الأول قبل الميلاد يتحدث قال أن الدين هو مصدر الخوف لكن أنا أرى بأن هذا المسألة أو كما رأينا كثير من الشعوب موجودة البداية خاصة لا تعتبر أن الدين مسألة مخيفة ولا العبادة الإلهة مسألة مخيفة بل على العكس أنها مسألة تجلب الفرح وتجلب الإطمئنان وبالعكس يقدمون يعتبرون أمراً مفرحاً ويرقصون من أجل هذا الإله وكل ما يتعلق بالفرح ويعتبرون أن الأمر يجلب لهم السعادة والحبور وأيضاً هذا اللاحظة عند المتصوف ولكن هذا المسألة في مستوى آخر يأتي بعد مستوى الخوف الذي بدأ يتسلل إلى خاص الدين في مستواها المتطور أنا دائماً أقول بأن الدين يبدأ بطريقة تلقائية يبدأ بطريقة غير مفتعلة عند الناس وعندما تبدأ بذلك الناس سيتجمعون ويبدأ الألاقات بين الجماعات والحاجات الضرورية فيما بينهم وتبادل السلع والخدمات فيما بينهم بسبب تنوأ المكتشفات والمخترعات عبر التاريخ يعني بدأت اتصال الناس والجماعات البشرية مسألة لا يمكن بدأت لا يمكن التخلي عنها يعني أنت تسكن في هذه المدينة لا تستطيع التخلي عن منتجات المدينة الأخرى وهذا بدأت الظاهرة تنتشر بالألف الأول قبل الميلاد هذا أدى إلى وجود حاجة لنوع جديد من الارتباط بين الناس هذا أيضا أدى أن يتطور كل شيء نظام العلاقات تتطور أيضا نظام الأنظمة السياسية بدأت هناك حاجة لظهور دول تسيطر دول مركزية تسيطر على مساحات شاسعة من الأرض وأيضا من السكان وبمن فيها من السكان والمدن هذا شجع على ظهور أول إمبراطورية كبرى مثل الإمبراطورية الأشورية طبعا هناك إمبراطوريات سابقة عليها خاصة الأكادية لكن البابلية قبلها أيضا الأولى يعني اللي كان من أبرز حكامها الحامورابي لكن اللي صار أنه هاي العملية أصبحت تطلب وجود نظام مختلف نظام علاقات مختلف المشكلة كانت بالدولة الأشورية أنه لم تطبق هذا النظام بطريقة قائمة على أساس عقائدي رصين كان الأساس العقائدي الوحيد لديها هو أن هناك إله اسمه أشور هذا الإله هو الذي يمثل هذه الدولة وسكان هذه الإمبراطورية أو أهل سكان نينوى أو المناطق الشمالي الأراق في ذلك الزمان هم هؤلاء الذين يعبدون أشور فقط وأما الآخرون الذين يتم تتم السيطرة عليهم فهم أتباع لهذه المملكة أو هذه الإمبراطورية والشعب هذه الإمبراطورية فبالنتيجة لم يندمج تندمج الشعوب داخل داخل السقف في الإمبراطورية الشعرية الأشورية إنما اندمجوا بأتبارهم عبيدا أو بأتبارهم أتباعا ودرجة ثانية مختلفة أو درجة عاشرة ربما مختلفة عن أبناء الإمبراطورية عشر الأشورية أو عبدت الإله أشور وطبعا العبدت إله أشور أيضا في مستويات ودائما هاي الطبقية موجودة خاصة في الشعوب الشرقية في منطقة الشرق الأوسط بين يعني من غرب الهند إلى المغرب بلدان المغرب شمال أفريقيا طبعا فرويد عدى وجهة نظر بيقول بأن مصدر الإحساس بالدين والخوف أو المصدر الديني الأساسي هو مسألة الإحساس بالذنب وجريمة ما يسميه جريمة قتل الأب لها علاقة بهذا الموضوع ويبني تهليله وشرحت هذا الموضوع في حلقة خاصة بعنوان الدين بعيون الفلسفة ممكن العودة إليها ومعرفة تفاصيل ما طرحت في هذه الحلقة هنا اللي أقول الآن اللي أضيف على تلك الحلقة بأن أقول بأن الدين لا ينبع من عاجز الإنسان إنما ينبع من حاجة الإنسان أن ينتمي إلى القطير أي أن الدين هو الحاجة للإنتماء التي يظهر لأجل تلبيتها رجال الدين دائما ومراعاتها وتقديم هذه الخدمة إلى الناس زميعا الدين بمعلم المعاني أو رجل الدين هو شخص يقدم الخدمة لإنسان بحاجة للشعور بالإنتماء وهذا الشخص هو أيضا يستغل هذه الخدمة لابتزاز كل إنسان من أجل أن يجعله يشعر بهذا الانتماء إلى الجماعة التي ولد ونشأ فيها ورضع من ثدي ثقافتها وتعاليمها وآلهتها ومعتقداتها يعني الجنين عندما يخرج يصبح رضيعا يتغذى على صدر الأم لكنه يتغذى بعد أن يشتد عوده في الأيام الأولى يبدأ باللحظة نفسها يمتص من يعني تنقطع مشيمة الأم عنه ولكن يخرج لكي يستمد غذاء من مشيمة الجماعة التي ولد وعليه أن ينشأ فيها ولا طريقة آخر سوى هذا الطريق من هنا فوجهة نظر فرويد هي أن الدين هو شعور ينتج من داخل الإنسان وهذا الشعور هو عند رغبة دائما بقتل الأب الأب الذي يمثل الله وأن الله هو صورة نموذجية للأب وهذا كلام ممكن أن يكون صحي لكن ليس على المستوى الفردي الإنسان يولد وهو بحاجة للجماعة بحاجة للأم للأب والأم أيضا بدورها بحاجة للجماعة لأن لا يمكن أن يعيش إلا ضمن الجماعة وبحمايتها ولا يمكن حتى أن يمارس الجنس يعني أصلا الطفل عندما يولد هو يولد لكي يكون جزءا من قوة مضافية للقطيع لهذا سبب تجد أن القطيع دائما يحرص على الأطفال ولحد هذا اليوم الدولة نظام الدولة هو موجود ليس لأن يدعى الأب يتصرب بأولادها والأم وهذا الابن هو ابن المجتمع أي أنه هو الشخص الذي سيضيف قيمة لهذا المجتمع ويزيد من قوته وبالضرورة يزيد من قدرته على الدفاع عن نفسه فبالتالي فكرة أن هناك شعور أو خوف أو حاجة داخل الإنسان للدين ولقتل الأب وبعد ذلك عندما يرتكب هذه الجريمة جريمة القتل الأب الذي دفعنا للأم هذا يصير عنده شعور بالذنب وهذا شعور بالذنب يترجم إلى محاولة للتعويض ولكن هذه الصورة غير صحيحة لأن الإنسان المتدين هو بالضرورة هو ظاهر من ظاهر الجماعة البشرية وهذا أيضا وضحت في حلقة خاصة عن الدين أن المجتمع ظاهرة جماعية ظاهرة دينية وليس الدين ظاهرة اجتماعية والآن مع مقولة آرثر سي كلارك يقول اختطاف الأخلاق من قبل الدين هو أكبر مصيبة حدثت في تاريخ البشرية حتى أصبح الناس يعتقدون بوجود ارتباط ضروري بينهما وآرثر هو كاتب وعالم بريطاني من أعضاء مشاهير وهو يعتبر من مشاهير الخيار العلمي والفانتازية ولديه نحو مئة كتاب علمي هذا المقول أنا عندي تأييد لها كبير أقول بأن الأخلاق هي أصلا نتاج الفئل النوع ما الخاص بالجماعة البشرية وهو فئل نتاج تلقائي وغير مفتعل بين البشر وهذا النتاج بالضرورة يتشكل لأنه لا بد من وجود نمط من العلاقات بين أفراد الجماعة البشرية وممكن أن نسمي الأخلاق هو نوع من الدين البدائي أو الدين الذي لا يمكن أو الذي لا ينتج بطريقة غير مخصودة ولا إرادية أنك لا تستطيع أن تعيش مع الآخرين إلا بوجود نظام من العلاقات بينك وبمعهم حتى بالمجتمعات الحديثة عندما الآن مثلاً عندما نذكر بالقسم الداخلي عندما كنا طلب في الجامعة ذهبت إلى مدينة أخرى بعيدة عن بيت الوالد الوالدة بيت الأهل واضطريت إلى أن نسكن في قسم داخلي بنحو أربعمائة طالب وداخل هذا المجمع أنا سكنت مع خمسة طلبة في غرفة واحدة ولدينا مكان مشترك هذا استلقائياً تشكلت نمط من العلاقات فيما بيننا نمط من الصراعات أيضاً نمط من الإشارات والرموز والأشياء التي بدأنا بدأ يعني تلقائياً بدأنا نشعر بأن هناك نظام ما يقود العلاقة فيما بيننا هذا وحدثت بعد ذلك أشكال من الأخلاق فيما بيننا بعض الأحيان يصدر احتجاج أنا يشوف أنه عندي ديلاب الخاص بيأجد أنه هناك أشياء سرقت منه بعد ذلك نضطر إلى وضع قواعد وقيم وأعراف خاصة في الألاقات فيما بيننا هذا الوحد يشكل نظام الألاقات هذا الذي أسميه دين هذا على مستوى شباب صغار عمرنا كان 18-18 سنة هذا صار بيناتنا من القانون أو النظام الألاقات الخاص كما أسميه بيننا وهذا هو اسمه الدين الدين عندما يأتي ويب يكون هناك عدد كبير من الأفراد آلاف مدينة كاملة أو جماعة بشرية أو مجامع بشرية يصبح وجود هذا النظام لا يمكن أن يتحقق بشكل ترقائي وحتى لا يتحقق بشكل ترقائي رأي سبب تصير لنا جماعات أو قبائل أو عشائر وكل عشيرة التقانون الخاص لكن حتى عندما قلت بالبداية عندما قلت بأن هناك عندما توسع البشر وبدأت كل جماعة تحتاج إلى الجماعة الأخرى ومنتجاتها وحتاج إلى تبادل الخدمات ووجدوا أن الكل أصبح أقوياء ولا يمكن أن يستولي أحد على الآخر بسهولة وحتى لو حصل هذا طبعا عبر الامبراطوريات والدول الطموحين لكن يحصل بأثمان باهظة فكان الحل السليم هو وجود نظام من الأخلاق المشترك مما بين الجميع وهذا النظام أن كل مدينة تصبح لها إله وهذا الإله هو الذي يتحكم بمقادير أو الإله يعني يعني شريعة هذه الجماعة وهناك جماعة أخرى لديها إله خاص بها فصارت كل شريعة لها اسم إله خاص بها هذه كل منطقة مثلا مشهولة بزراعة القمح أو الحصاد فصاعدهم إله الزراعي هذه المنطقة بالرعاة هذه المنطقة صيادين هذه المنطقة يجمعون والآلهة مختلفة على هذا الأساس الذي يجمع بيناتهم بعد ذلك يحتاج أنه نمط من العلاقات عندما نجي الراجعة للرقم الطينية التي وجدوها للسومريين نجد هناك قاموس للآلهة فنظام العلاقات تحقق بينهم عندما أنا مثلا أتي أخذ منك بضعف من هذه الجماعة وترسلها إلى تلك الجماعة سأقسم بإله الخاص بك يعني هذا الإله مثلا أخذ منك شعير أعطيك حنطة أو أعطيك بقرة أو شات هذا إلى علاقة القسم بالإله المعين فكل إله إلى صفة معينة وهناك قاموس جدول أنه هذا الإله يسوى يعني قيمة هذا الإله كذا الإله الثاني يقيم كذا وكذا وهذا ممكن تراجعوها وشوفوها أنا قريتها في فترة وممكن تتأكدون من أتها في جوجل موجود وممكن لمن يتوسع في هذا المجال عدت وقد يستاهل بحث قيم اللي أريد أقوله بأن الأخلاق استولى عليها الدين لأنه هو يريد يسوي نظام علاقات شامل يلتزم به الجميع وهذا النظام يسمونه إله بالتالي عندما ظهرت فكرة إيل في المناطق الخاصة بنا فكرة إيل هو معنى المعاني الإله الذي يجمع جميع الآلهة وهو كبير الآلهة مردوخ هو كبير الآلهة أيضا آشور أيضا هو كبير الآلهة رغم أنه كان مساعد لمردوخ في بابل عندما ذهب إلى عبده الآشوريين جعلوه هو الإله الأكبر على الجميع فبالتالي هذا الإله الأكبر هو بدلالا بصيغة هو الإله الذي يفرض شريعته على الجميع الناس عندما يتحدثون عن الإله في ذلك الزمان ليس كمان يتحدث عن الله الآن في زماننا هذا نعتقد أن الله هو شاب أمرد ولديه عارش وصورة سطورية ضخمة لكن بالحق عندما نقول إله هو معنى المعاني هو النظام الذي يسير عليه الجميع نظام الإلاقات ولهذا السبب المسلمين مثلا تجد كلمة الله تتكرر كثيرا في كلامهم معنى المعاني أنني أنا معك أسير على شريعة هذا الإله صحيح أن تقول إله وأنا أعبد الله وأعبد كلا هو معنى المعاني يقول أنا ملتزم بهذا الإله هذه هي الفكرة العميقة للموضوع واللي إحنا لحد الآن لم ندرك أبعاد لحد هذا إلا هذا دائما نسأل نفسي ما معنى إله أين هو هذا الإله الله مثل المال شيء غير موجود لكن الكل يعترب بوجود الآن عندما يتفاجئ ورقة عملة لكن هي ليست المال المال هي فكرة موجودة في الذهن لكنها غير موجودة على أرض الواقع ولن توجد ولا يوجد لها التمثيل مادي الله هو نفس الفكرة حتى الصفر بالرياضيات قد محاضرة طويلة سجلت قبل سنتين وما نشرت الحدلان راح حاول أنشرها مجددا فالله هو نفس الفكرة فبالتالي الدين عندما يجي يعني يستعير يأخذ الأخلاق الموجودة قد الناس ويستثمرها للصالحة ويقول أنه هذا الأخلاق تنفعوني وتلك لا تنفعوني مثل ما مثلا يعني الدعوة المحمدية كيف انتصرت انتصرت عندما صنعت أخلاقها أو انتقت الأخلاق التي تناسبها فعندما نأتي إلى الفترة المحمدية حسب الرواية الإسلامية التي وصلتنا نجد أن الشعوب الجزيرة العربية في ذلك الزمن والشعوب جميحة في ذلك الزمن ترفض فكرة السبي إلا عند الرومان أو بعض الشعوب لكن فكرة أن تغزو الآخرين وتسبي نسائهم وتقتل رجالهم وتبي أطفالهم هذه مسألة المتك الموجودة عندما بدأت الدعوة المحمدية قال هذا الأمر لاغي والآن أصبح من الممكن سبي النساء وقتل الرجال وبيع الأطفال وهذا الفئة بالفعل الذي جرى وأيضا عندما حدثت غزوة أوطاس تردد المسلمين أو البجاهدين الغيارة الذين غزو وهم نيام في الليل وكانت حركة بطولية طبعا بتعبير الكتاب التاريخ الإسلامي أنهم غزوهم وهم نيام وغدروا بهم لكن الأزواج انهزموا وبعد ذلك دخلوا وتردد المسلمين الذين ما زالوا يعني مؤمنين بالأخلاق الجاهلية التي لم يعترف بها الإسلام باعتبار هما كانوا جهلة وكان هذا الشيء غير ممكن أن واحد يعني يأخذ زوجة الآخر وينام معها فورا فبعد ذلك نزلت آية وقال أنه هؤلاء النساء حل لكم ولا ما ملكت أيمانكم فبالتالي ألغى النظام القديم الرسول محمد وأسس نظام جديد وكان بفضل هذا النظام الجديد الذي كسر الأخلاق القديمة الشائعة الأخلاق القديمة التي غير المكتوبة لكن هي كانت متعارفة عليها بين الناس أنه تلا تخزو الآخرين وحتى غزوتهم لا يجوز أن تسبي نساءهم وتقتل أطفالهم حتى كان معروفة أدو الرومان أيضا هذه المسألة السبي النساء عموما الأخلاق بالتالي هي أداة من أدوات الدين وهذه بالفعل استخدمها الرسول واستخدم الأخلاق التي تناسبه ورفض الأخلاق التي لا تناسبه مثلا قبل مسألة الخطان كانت متشرة بين المعاصرين في ذلك الزمان وكثير من القيم العادات والتقاليد القديمة قبل بها لأنها كانت تقدم أهدافه ومشارعه أما الأشياء التي رفضها فلم يعد يقبل بها مثلا احتاج الفنانين استخدم الفن استخدم كل شيء ممكن أن يساعد صاحب الرسالة الدينية الجديدة لأن يتسنم منصبه ويمارس سلطته ويفرض على جميع استثمرها الدين وما زال يستثمرها الآن الدين يحل للكذب جميع القيم الأخلاقية الأساسية يسمح بها ويفعل ما يشاء مجرد لأنه هناك فكرة وجود جماعة وعلى الجماعة أن تدافع النفسها بأي طريقة من الطرق هو الشخص الذي يصبح متدينا بمعنى المعاني يصبح جزءا من القطيع وعليه واجب دائما أن يقاتل دفاعا عن هذا القطيع بأي طريقة من الطرق المهم النتيجة دائما الجماعة كرامتها محفوظة وهي مهمة على الجميع ولا تسمع لحد أن يخترقها بأي طريقة من الطرق وهذا نفس اللي أشوف بالتعليقات هو لا يفكر بأن ماذا تقول الموضوع ليس ما تقول ولا العقل ولا أي شيء الموضوع أن هناك شخص يحاول أن يطرح أفكار جديدة تكسر قناعة تكسر قيم أو تناهض القيم التي توحد على أساسها الجميع هذا البعض كثيرون يجاجلون هؤلاء رغم بعض هؤلاء طبعا على درجة عالية من الثقاف ولواء لكن هم لا يشعرون بالدافع الذي يجعلهم متدينين الدافع الحقيقي ليس الدين ولا الآله ولا الأنبياء ولا الإيمان الدافع الحقيقي هو رغبة بالبقاء داخل القطيع هو يقول لك أنا مؤمن لكن مؤمن بماذا يقول لك مؤمن بالله ورطيك أسماء وقرآن وآياته يتحدث معك 20 سنة تقنوا في الحقيقة في جوهر الموضوع هو الاحساس بالانتماء إلى القطيع وهذا الاحساس أساسي عنده وجوهري وأيضا يجعله حتى يضحي بالنفس من أجل هذا القطيع أو الجماعة أو المؤمنين كما يسميها وهو هذا الاحساس إلى جذر بتاريخ الإنسان القديم وحتى تاريخ الإنسان في مراحل تطورة المبكرة وحتى مراحل يعني خمس ملايين سنة مراحل تطور الأجناس ما قبل الإنسان يعني من القردة طبقة القردة العليا هذا السبب هو اللي يخلي كلار يقول اختطاف الأخلاق من قبل الدين هو أكبر مصيبة حدثت في تاريخ البشرية وهذا اللي يخلى أنه هذا الخلط بين الأخلاق والدين بالحقيقة أكبر عدو للأخلاق هو الدين لأنه هو يستعملها ويستثمرها لصالحة فقط وهكذا أي شخص متدين هو يستعمل كل شيء حوله اللي كي يدافع عن النمط الحياة التي تعود عليها والجماعة التي يشعر بالانتماء عليها هو محق طبعا لا يعني لا 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 أنتقده لأنه لابد لابد أن يتم الدفاع عن الجماعة والحفاظ عليها مقابل كل شيء وهذا إنسان تعود على هذه المنطقة على هذا هذا النمط من التفكير فهو يشعر ويعرف أنه هذا الرجل الذي مثلا عندك كاذب أو غشاش أو شيء لكنه أدى أحساس بالانتماء عنده أكبر من أي تضحية فبالتالي هذه المسألة أحساسة جدا والأخلاق بالتالي هي أداة من أدوات عندما يشعر من الأخلاق هي لا تنفعه سيضرب بها عرض الحائد وهذا بالفعل الذي حدث في زمن الرسول يعني الرسول قال هذه الأخلاق لا تنفعني أخلاق أنه عدم سبيل النساء خلاص أنا أريد أسوي جماعة وأريد أنفذ كلمة الله على الجميع وهذا هو الشيء الذي سأحاول أن أفرضه على الجميع وأفرض طاعتي وطاعة الله ورسوله وأن هناك غناء لله وتقسيم الغناء بين المجاهدين هذا كله لم يحدث إلا بكسر النظام الأعراف الموجود قبل الإسلام أو زمن ظهور الرسول وبفضل فقط هو استطاع الرسول أن ينتصر لأن الآخرين كانوا منتزمين بهذا الأخلاق وحتى القراشين حسب الرواية الموجودة رفضوا اختيار الرسول إلا من قبل عشرة أفراد من العشيرة لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون فعل ذلك وحتى أبو جهل نفسه قال أن أخلاقي لا تسمح لي بأني أكسر الباب على الرسول يوم الهجرة لأنه ليست من عادتنا أن نفعل هذا الشيء فأخلاق أبو جهل منعته بأن قال لا لك لا يقال بأنني يعني أكسر الباب على بيت وفيه نساء وهذا عار لا أتقبل لا أتقبله نهائيا فبالتالي لكن الرسول كان من الفطلة والعبقرية بحيث تكسر هذه القائدة وحقق تفوق على الآخرين ولم يكن من الممكن أن يتفوق على الآخرين إلا بهذه الطريقة يعني بغض النظر عن تقييم الأخلاقي لما فعل هنا نرجع للأخلاق فهو فعل الشيء الصحيح الذي بالنسبة لمشروعه ولكي يحقق مشروعه هو كسر نظام الأخلاقي وحقق الدين الذي يرغب به وبالتالي أصبحت الأخلاقي أداة لمساعدة للدين وليست أداة من أدوات الدين وحتى الرسول قد يقول المشهور أنه خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام وهذا الدليل على أن المسألة لألاء الدين مسألة مختلفة عن أي شيء آخر طبعا بمناسبة يقول لا أمن بالأبراج خلفي فأنا من برج القوس ونحن بطبيعتنا مشككون بالمناسبة أنا أيضا من برج القوس لكن موالي الشهر 12 يعني بالمناسبة أنا مؤمن بهذه الأشياء لكن هي هذا يعني لفت نظري هاي المقولة لفتت نظري بس هاي بها المشككون أنا طبعا أنا مشكك صحيحة فلا يعني ما أقول أنا أعترف بأنني مس مشكك أنا أنا يعني أحاول دائما يكتشف العالم والأشياء فهي مو بهدف التشكيك فقط بهدف أنه أحاول أن أفهم ما يجري والآن مع مقولة كارل ماركس الدين أفيون الشعوب وقال فيها هاي المقولة أن الدين تأوه كائن أضناه البؤس وهو فؤاد عالم لا فؤاد له وروح عصر لا روح له أنه أفيون أشعوب طبعا هاي المقولة هي الأفيون الشعوب لا تعني أشيء سيء كان الدفيون علاجا للمرضى وكان يتناوله كثير من المفكرين وقبل أن يكتشفوا بأنهم مضور بالصحة لكن كان وعد ما يقال أن أفيون الشعوب هو الذي يجلب الراحة للناس ويشعرون بأنهم في خير طبعا هاي المقولة أنا أعتبرها مقولة تحمل الكثير من أتها ضد ماركس لكن الحقيقة بأنه الموضوع أنه أن الإنسان الدين هو فعلا أفيون الشعوب هو الأفيون الضروري الذي يجعلك تشعر بالانتماء أنت لا تستطيع أن تتخلص من الأفيون الداخلي أو الدوبامين الداخلي الذي فيك إلا بوجود الأفيون يجعلك تشعر بالانتماء للآخرين وهذا الشعور بالانتماء للآخرين هو أسمي الحاجة إلى التخلص من الخوف من البقاء وحيدا أنا في بداية الحلقة تحدثت عنه ضد فرويد قلت بأن الدين هو مصدر الخوف بالحقيقة هو الدين أنه أن الخوف هو عدم وجود الدين وليس الدين هو مصدر الخوف أن أنا أخاف أنا أختر الدين يعني أعكس ما قاله فرويد تماما عدم وجود الدين هو الذي يولد الخوف أي عدم وجود القطيع وعندي حلقتين خاصة عن الدين عرفتها بأنه القطيع هي تطبيق من تطبيقات قطية أن الحقيقة أن الدين هو عدم وجود قطية أو أن الدين هو الذي يجلب عدم وجود الدين هو الذي يجلب الخوف أي أن الحاجة إلى الدين هي التي هي الحاجة إلى الراحة يعني أن تعيشها سعيدا ومطمئنا وكثير من الرجال من المتدينين يقولون أنا أجد راحة كبيرة في الدين وهذا هو السبب لأنه هو يحتاج الدين لكي يشعر بالانتماء وقالدي حلقة عن رسول محمد أنه قديما نشرته قبل سنتين تقريبا هذه الحلقة قلت أن الرسول كان عنده حاجة إلى الانتماء لكن الوسط الموجود الذي كان يعيش فيه كان يرفض حضوره ويرفض انتماءهم له انتماءه لهم أو يشككون بهذا الانتماء على مستوى العشيرة أو العائلة وما لذلك حسب ما نقلته لنا الروايات لكن هو بالتالي اضطر إلى أن يجعل الجميع ينتمون له وخلص صنع دينا قال أنه أتاه من السماء هذا موضوع ليس موضوعنا أتاه أو لم يأتيه هذا موضوع مختلف فإنما ما حصل فعلا هو أن الناس آمنت بهذا القول بعد ذلك بالقوة ولم تؤمن يعني برغبتها الخاصة إنما فرضت عليها ولماذا قبلت هذا الفرض؟ لأنها كانت بحاجة الانتماء وتقول لا بس أنا أنتمي لهذا الدين أو ذاك الدين لا بس المهم فكرة الانتماء موجودة هذا هو الأساس الذي يقوم عليه بالتالي عندما نتحدد أن الدين هو أفيون الشعوب هو بمعنى المعاني هو الدين الذي هذا تفسيري لمقوله وهي كلمة أفيون الشعوب بالمناسبة ليست لماركس هي موجودة بزمن كانت يعني قبل ماركس بحجود قبل وفاة ماركس بحجود 100 عام فهي واحدة من المقولات الشهيرة التي كانت منتشرة في ذلك الزمان لكنها ألصقت بماركس الأفيون الشعوب هو معنى الإنسان بحاجة لهذا الأفيون لكي يشعر بالانتماء الجماعة وبالتالي يشعر بالراحة والانسجام والذوبان ضمن الجماعة الأفيون يجعلك تشعر بالسعادة وهذا هو الذي يقصده ماركس لكنه قبل هذا ذكر شيء الدين هو تأوى كائن الله البوس بهذا المعنى هو فعلا ليس الدين كائن الله البوس إنه هو حاجة إلى وجود دين حاجة إلى وجود النظام يضمن له حقوقه ويضمن له حياته وعلى الأقل هناك نوع من التكافل الاجتماعي الذي يوفره الدين طبعا الدين رغم سيعات كثيرة هو ضد الأفراد لكنه بالنتيجة هو دائما تشعر بالنوان من سيساعدك بالنهاية هذا المسألة يجب أن نتبهلها ويجب أن نضحها في مصاب اهتمامنا هذه المقولة سأخصص لها حلقة من الفصلة وأكتفي بهذا حاليا لأن المقول عدد مقولات كبير جدا وأتمنى أشوفكم بحلقة سلسلة أخرى من مناقشة هذه الأقوال وهي عدد كبير كما ترون ممكن تطلعون عليها راح ممكن أراويكم هذه الأقوال اللي راح أستعرضها مقولة جبران فيكتور هيغو غوستاف لوبون برناسو الدين قوى عظمى أوشو كاتب عظيم عند أفكار جبارة سبينوزا أمين معلوف بولتير هوكينز ابن خلدون أريك فروم كاتب مذهل عندي حلقة عندي سوى حلقة خاصة عن كتابة عن الدين ماكس مولر أن الدين هو كدح من أجل تصور ما لا يمكن تصوره هو قول ما لا يمكن التعبير عنه وأنه التوق إلى النهائي اتحدثت عن ماكس مولر اللي هو مؤسس الملأديان بالقرن النهاية قرن التاسع عشر في حلقة الدين بأيون الفلسفة ابن المقفع الدين تسليمه بالإيمان إيمانويل كانت عندي حلقة راح أبحث عنها شوبن هاور علي شريعتي وأدي اعتراضات كثيرة علي شريعتي سارتر ديدرو تواكبي الغزالي علي الوردي الندين المساواة الذي جاء به محمد بن عبد الله دفنه مع علي بن أبي طالب في قبره وعندي حلقة عن هذا يشوف عن خرافة صراء بين علي ومعاوي ذكر الشيء قريب لهذا المعنى يحتاج النقاش تالي شابلن هنري لويس فريدريك نيتشا لوتفيك فيورباخ فيورباخ أيضا عندي دراسة ممتازة عنه أحاول أن أنشرها قريبا يقول فيها الله لم يخرق الإنسان على صورته كما موجود في الكتب المقدسة بل على العكس تماما الإنسان هو من خلق الله على صورته وهي مقولة مشهورة إلى دلاي لاما واينبيرك هذا العالم الفيزياء العبقر الرائع من كبار الشخصيات اللي أنا أحترمها لكي يفعل الناس الطيبون الشر يتطلب الأمر دينا معنا معاني أنك لكي تجعل الناس أن الدين يجعل الناس للأخيار أشرارا وعكسه ما نتصوره ساموال بيتلر فرانتي راسل أينشتاين العلم بدون دين أعرج والدين بدون علم أعمى سيمون دي بابواء غوركي أنجلسن تافون راسل مرة أخرى القصيمي جان لوك ديستوفيسكي لو لم يكن الله موجودا لغدا كل شيء مباحا عندي حلقة خاصة بهذا العنوان المناقشة هذه المقولة بالمناسبة هذه الأشياء كنا راح أناقشها أو ترشحوا لي بالحلقة الثانية من الأسماء اللي أرشحها يارا تكتبوا لي بالتعليقات حتى أركز على أربع مقولات وأناقشها معكم مع السلامة وشكرا جزيلا ونشوفكم بعرف خير وأتمنى أن الذي يريد أن يستواصل مع القناة أن يشترك فيها ويضغط على زر الجرس لكي يصل له كل جديد وأيضا أتمنى ممن لا يزعجنا في تعليقاته واحتجاجاته على ما نقول أن يغادر هذه القناة لأننا نريد أن نناقش ونفكر أنها وحى للفكر وليس لمن يعترض على كل كلمة نقولها ويرودنا أن نسير على مصدرته كما يشاء نحن خارج المساطر كلها ولا نريد شخصا يأتي لكي يفرض علينا مصدرة نحن أصلا أسسنا هذه أو يعني وجدت هالي قناة لكي نخرج على جميع المساطر ونفكر بكل حرية و يعني بدون مضايقة من أحد شكرا ومع السلامة شكرا